يعني الجمهور ويداد يثالد فريق الويداد أنا هو الجمهور لأن كل قدم هي أرقام هي نتيجة تعادل وفوز وهزيمة ويأكدك سلوك حضاري وهي مشموعة هذه الأشياء اللي كتعطي جمالية خاصة بورجي بورجي كيبحث على ضربة جزائر جورجاك قوسون توطرت العصاب بيس بيان جورجاك قوسون عزروالي مش هدفا بيضو دان بيضون يتلقع يعني المبارا مش هدف بروح ريادة كبيرة موت بيديار النرفزة بتشكل يلزمها متقوش فوزي بتجاه فرح التماس من جديد فائدة فريق الويداد إذن كما قلتم إضافة سبا دقائق كوقت بدل الضائع والويداد في بحث المضني على هدف تابع كما قلتم مباراة تعريف حراسة أمنية مشددة ليس فقط مركب ريد محمد خاميس وكي في كل شعورة الرئيسية المؤدية إليه لتمر في جو رياضي بين الغارمين التقليديين الرجاء والويداد قمة الموسم المؤجلة عن طورة 25 وهو الدير برحم مئة احترخ رياضي للفاريحين بورجي بورجي مدى سيفعل المحاكمة الربعات ثلاثة دلعيبين الكريمان الداودي جوعة لويسي مدى سيفعل لويسي يستير فرصة هدف جول هدف الموسم وهدف قاتل هدف من الروعة بمكان كما قلت يلبش الويداد ششي الهدف غير تهب المركب رياضي محمد الخاميس مدينة طرق داعي مباراة العمر هدف العمر لن ينساه طويلاً عنصار فريق الويداد هدف من الروعة بمكان أعتبره هدف الموسم وهدف الخلاص لفريق الويداد يمكن نقول الويداد تعدى بكتيراً قبل أن تشجل هذا الهدف هدف خرافي هدف جميل هدف يمكن تسميه بأي اسم ولكن لن ينساه الويداد يونطوري سنشاهده بأكثر من لقطة ومن أكثر من زاوية يعني حلاوة كور الخدم يتوج فريق الويداد باللقاء ويجي الهدف دقيقة سوى تسعين تم إضافة سبع دقائق من وضعية صعبة من زاوية صعبة يمكن قول حارس كوحا ارتامى بكل تقليه للزاوية تسعين اليومنا ولكن معنو ما يدير الله غالب بهذا العبارة الله غالب نزل على بكل تقليه له أي حارس كيف ما يكون نوعه كيف ما بغى تكون إمكانته لا أعتقد أنه يمكن يلتقطه بكورة هدف من الروحة بمكان ويمكن نقول الآن الويداد يمكن بقى دقيقة ولا ثلاثين ثانية الويداد ما بغيش نصرع وقول مبروك للويداد اللقاب لأن الكورة لا تنتهينا مع الصافر النائية ولكن حالاوة كورة الدم هو فريق التوج بهذا الطريقة وبهذا المجهود لأن المجهود الموثيم اختزل في هذه القدفة فتزيد الطاريخ يعني الويسي الويسي يدخل طاريخ الرياضي للويداد بعد بن شريفة الذي سجل سبت أهداف طيلة عشر سنوات في البيربيات ما في الرجا والويداد اليوم الويسي في سنة ثلاثين واحد من المخضرمين يمنح هداف من الروعة بمكان ويمكن قول الجهة التي يوجد فيها جمهور فريق الويداد أصبحت الرؤية فيها صعبة للغاية بفعل جمهور وأنصار الويداد العديد من شهر بالحارقة التي حولت المدرجات الملتهبة من طرف جمهور فريق الويداد توطرت الأعصاب بسبيل ولكن تمنى صادقة تمشي المضاربة الواتيرة لأن أقول الآن شناء وصعب جدا لمعرفة ما يحفل الصورة أمامكم غاية في الطبابية لأنه كما قلت شو بالحارقة التي رمى بانجمور حجبت الرؤية أكثر من زاوية وهذا المكتب مسيير لفريق الويداد لمنجراج الفشتاني والعديد من رؤساء فريق الويداد سابقا طب يتحال أنا وكم الصورة غني أن كنت لاحظوا يا جور ما تفعل يعني ناس سلوك الحضاري كون خدم يا دي هدف الرجا كانت متقدمة منذ دقائق كل شو تاني جاء هدف مشروع مئة في المئة سلوك هاتشك اللاعب يا جور يرمي جانبا لوحة إيشانية سلوك مرفوض نهائيا نحن وراء المواعب وراء كل اللاعبين الصعيدين ولكن يلزم اللاعبين زاوية الرجا أو الويداد ينهيوا المباراة بروح ريادة كبيرة لأنه يكلوا القدم جارين كما توجد بالأمس وفي سنوات الماضية الرجا الأكثر من واجهة اليوم الويداد تعود الواجهة بعد 13 سنة من الغياب وآخر لقاب ويدا دي يعود سنة 1992 إذن توترت الأعصاب والحاكم القزاز أما يقول سواق لكل شرائح المجتمع تتابع المباراة كل أعمار يمكن قلآن 35 ألف منتصف الرجوية دي في منتصف ملعب حولوا المدرجات الحمس كبير وقتل اللاعب سقاط يغادر وقتل ملعب بعد إشهار الحاكم القزاز لورقة حمراء وطرد محسين ياجور يعني يمكن قول طرد مجاني هنا يمكن قول بهذه العبارة ساداجة بعض اللاعبين محسين ياجور دخل ليمود يد العاون لللاعبين فإنبي بحركة يمكن قول لا ريادة صراح باش اللاعب يجي ويرمي بلوحة إشارية جانبان إذن ما بات مرفوض نهاية بما يدين كورا القعداء إذن آخر فترة هذه المباراة سكون كبير في نص ملعب الجمهور فريق الرجاء والهيستيرية تعوم ودرجات مركب ريادة محمد الخاميس بمدينة طردية يعني الآن بدأت الاحتفالات كما قلت اليوم إذا من انتهت المباراة تعدل يكون فريق الويداد أضاف لقبا جديدا لسجلي الرياضي الحافر بالألقاب بالتدقيق منذ سنة 50 حتى هذا اللقب رقم 11 وخزانة مليئة الحكام خزانة الرجاء والويداد مليئة بالألقاب وتتحدث عن عراقة هذين المدرستين الكبيرة بن شريفا كل طقم احتياطي ينتهي أو يتريت لإعلان لنهاية المباراة الحكام يتوجه ليوندر لعي فلح يعني أجمل في المباراة اليوم صراحة صحيح المباراة كانت لبأس من ناحية الفنية فيها فرص عديدة ولكن حلاوة المباراة هو هذا جلويسي وبيه باش يتوج فريق الويداد إذا منتعت المباراة يتوج كبطال للموسيب الحالي طلح نهاية المباراة نهاية المباراة وتعادل بين الجارين الرجاء والويداد هدف لمثله شجل للرجاء عبدالطيف جريد ونضرب الجزاء منذ التقاق الأولى بداية الشهو الثاني وفي الوقت بدأ الطائع بطف تقاق السودسين اللويسي بقديفة تختار شباك كوحة يعيد قراءة المباراة الجديد وتنتعي بتعادل أعتبر منصفا منطقيا هني ألي الرجاء على قديمة هذه المباراة في مستوى سمعاته هني ألي الويداد بهذا التأهول التاريخي بهذا الفوز التاريخي باللقاب اللقاب الذي قاب عن خزانة الفريق لمدة 13 سنة يمكن نقول بأن لعبوا فريق الويداد تعدبوا كثيرا قبل أن يفوز باللقاب على بوحد ثلاث طورات ترجمة نانسي قنقر